اشتركوا في القناة والترشح لانتخابات الكنيسة التي ستجري في اذار المقبل واشار ايزينكوت الى ان اسرائيل تمر في مرحلة صعبة بما في ذلك التهديدات الخارجية بالاضافة الى الازمة السياسية التي يرافقها تطرف الخطاب انعدام الثقة بالمؤسسة السياسية ومؤسسات الدولة الامر الذي يؤدي الى التصدع بين اجزاء المجتمع الاسرائيلي حزب كحولفان يشهد انسحابات جديدة لاعضائه وهو بذلك يستمر في التقلص وفي الانهيار فبعد ان انسحب افينيسان كورين وانضم لحزبها اسرائيلي بقيادة رون خلدئي واعلن جابي اشكنازي انه لن يترشح للانتخابات القادمة ضمن حزبي كحولفان استقل اليوم ايضا عضو الكنيسة رامشافع الذي كان يرأس لجنة التربية والتعليم في الكنيسة عن الحزب وتتقلص فرص نجاح هذا الحزب الذي علقت عليه امال كثيرة بان يكون هو بديل نتنياه اما استطلاعات الرأي الجديدة فهي لا تتوقع ان يجتاز الحزب نسبة الحسم للدخول الى الكنيسة في الانتخابات القريبة اما حزب رون خلدئي رئيس بلدية تل ابي بيافا فقد نجح بعد ثلاثة ايام فقط من اعلان تأسيسه للحزب ان يحصد ثمانية مقاعد الانتخابات الرابعة هي تكرار لمحاولة خلق بديل لنتنياه لكنها هذه المرة اشد تنافسية ويبدو انها ستكون الاصعب على نتنياه في وجود متنافسين له من البيت اليميني قررت الشرطة الاسرائيلية تعزيز قواتها بالفي عنصر اضافي وتشديد قبضتها لفرض الاغلاق الذي فرضته الحكومة الاسرائيلية بحجة منع تفشي فيروس كورونا خلال احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة وافدت وسائل اعلام الاسرائيلية ان الشرطة تعتزم نشر العديد من الحواجز على الطرق في جميع انحاء البلاد لمنع الاحتشادات في احتفالات رأس السنة وبحسب الوسائل تعتزم الشرطة الاسرائيلية التركيز على فرض اجراءات الاغلاق وتشديد قبضتها في الحفلات المنزلية وحفلات الطبيعة والتجمعات المتوقعة بالقرب من المتاجر التي تبيع المشروبات الكحولية وستنضم القوات الجوية التابعة للشرطة لتحديد مواقع التجمعات المحظورة اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية تلقي اكثر من 800 الف شخص في البلاد على اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال 11 يوما منذ انطلاق حملة التطعيم والسماح بالحصول على الجرعات الاولى من لقاح فيزر هذا ويجب الحصول على الجرعتين من المضاد للفيروس يفصل بينهما ثلاثة اسابيع بهدف توفير اعلى مستوى من الحماية من انتقال العدوى والتأكد من نجاعة التطعيم وبحسب بيانات وزارة الصحة يستمر الاقبال على مراكز التطعيم في البلاد حيث تلقى خلال 24 ساعة نحو 150 الف مواطن الجرع الاولى من اللقاح افادت وسائل علامة الاسرائيلية ان مدير عام وزارة الصحة الاسرائيلية بروفيسور حيزي ليتسمان اكد على وجود نقص في لقاحات كورونا بحلول لنهاية الاسبوع الثاني من حملة التطعيم وان حملة تطعيم ستتوقف بشكل مؤقت لمدة اسبوعين واشار ليتسمان لوسائل الاعلام الى انه يتم بدل جهود من اجل تبكير وصول شحنات اللقاح الى البلاد ويأتي ذلك بعد ورود انباء بان اللقاح المضاد لكورونا لن يتوفر في صنادق المرضى بدءا من العاشر من كانون الثاني المقبل حتى وصول شحنة اللقاحات المقبلة في بداية شباط علما انه من المتوقع وصول ثلاثة ملايين لقاح على الاقل اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية تسجيل خمسة الاف ومائتين وثلاثة وخمسين اصابة جديدة بفيروس كورونا مع ارتفاع مؤشر معدل الاصابات اليومي في الوقت الذي تواصل فيه الفحوصات الموجبة بالارتفاع ووفق معطيات الوزارة فانه رغم الاغلاق الشامل المفروض بالبلاد يرقد في المستشفيات الف وثلاثمائة وتسعون مصابا بينهم ستمائة وتسعة وثلاثون في حالة خطيرة ومائة وخمسة وستون تم ربطهم باجهزة التنفس الاصطناعي وبحسب بيانات وزارة الصحة بلغ اجمالي عدد الوفيات جراء الاصابة بفيروس كورونا منذ انتشار الجائحة ثلاثة الاف وثلاثمائة واربعة عشر حالة وفاة يحيي الشعب الفلسطيني الذكرى الساديسة والخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة في الضفة الغربية وغزة وفي الشتات وبهذه المناسبة وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة لأبناء الشعب الفلسطيني في الوطن واللجوء وسجون الاحتلال مؤكدا على التمسك بالثوابط الوطنية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين كما استعرض المراحل التي مرت بها القضية الفلسطينية بدءا من انطلاقة الثورة الفلسطينية عام 1965 وحتى يومنا هذا وما رفقها من تداكمات وإنجازات كما وجدت الرئيس الفلسطيني التمسك بالسلام العادل والدائم المستند على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في النصف الأول من العام القادم والعمل المشترك مع الدول العربية الأخوات والإخوة لازمنا نتمسك بسلام العادل والشامل والدائم المستند لقرارات الشرعية الدولية ولمبادرة السلام العربية لذلك دعونا لعقد مؤتمر دولي للسلام في النصف الأول من العام القادم برعاية الرباعية الدولية الجهة الوحيدة المخولة لرعاية المفاوضات ويمكن أن نضيف دولا أخرى لها وعلى الصعيد السنائي نتطلع للعمل مع الإدارة الأمريكية القادمة على أسس متينة من الثقة المتبادلة لتعزيز العلاقات معها وتحقيق السلام والأمن للجميع كما نسعى في هذه الأيام للعمل والتنسيق مع أشقائنا من الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة حول العالم من أجل حجد الدعم الدولي وإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية مبني على أساس حل الدولتين على حدود العام 1967 لتعيش دول المنطقة جميعها بأمن وسلام واستقرار كما وجد الرئيس الفلسطيني تأكيده على إطلاق سراح الأسرة وعلى ضرورة تمكين الجبهة الداخلية من خلال الوحدة وإنجاز المصالحة وإجراء الانتخابات قال المجلس الوطني الفلسطيني إن الثورة الفلسطينية مصممة على مواصلة النضال الوطني ضد الاحتلال الإسرائيلي لاسترداد حقوق الشعب الفلسطيني كاملة ممثلة بعودته إلى أرضه وتقرير مصيره عليها وإقامة الدولته المستقلة وعاصمتها القدس واستحضر المجلس الوطني في بيان أصدره بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية في الأول من كانون الثاني عام خمسة وستين وانطلاقت حركة فتحة وتضحيات الشهداء والأسرى والجرحى وعبر المجلس عن اعتزازه بنضال الشعب المتواصل ضد المخططات المشبوهة مؤكدا أنه برئاسة الرئيس محمود عباس سيقف في وجه كل من يحاول الالتفاف على حقوقه العادلة التي كافلتها الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة وطالب الأسرة الدولية انطلاقا من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات فعلية لرفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني عبر إلزام دولة الاحتلال على وقف عدوانها وإنهاء احتلالها تحقيقا للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد دشتية ان أولويات الحكومة الفلسطينية تتركز على استمرار مواجهة تفشي فيروس كورونا والحفاظ على أرواح الناس والحرص على إنجاز الوحدة الوطنية وإجراء الانتخابات والسعي لإيجاد مصار سياسي جدي وحقيقي لإنهاء الاحتلال وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وأكد دشتية ان مواجهة الاستيطان وتعزيز صمود الناس على أرضهم أولوية الحكومة والقيادة وأن نتنياهو يحاول مسابقة الزمن بفرض حقائق على الأرض قبل مغادرة ترامب ووصول بايدن وأوضح رئيس الوزراء أنه يتم العمل بالإمكانيات المتحكفة على تعزيز صمود الفلسطينيين في القدس والأغوار والمناطق جيم وفيما يخص مواجهة فيروس كورونا أكد دشتية أن إجراءات الإغلاق تنتهي يوم السبت وسيكون هناك اجتماع لجنة الطوارئ تدرس البيانات المقدمة من وزارة الصحة ولجنة الوبائيات لاتخاذ قرار التمديد أو التخفيف من الإجراءات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر